توا ساعة نقطة قانونية صغيرة النقطة القانونية هي اسمعت اليس توا يقول فيها وسمعنا برشا معلقين من ناس معنيها اللي يستغربوا الإحالة متاع هايثم وليس حتى لتوا احنا ما نعرفوش هما الناس يقول لك على اساس المرسوم 54 فما الناس يقول لك إساءة للموظف عمومي فما الناس تقول لك الإساءة إلى الغير عبر مواقع على خاطر فما عبيت تقول لك ليه مشينيك ما في الغاديو مفهمنيش شنو الناس اللي يتعاديو عليها توا نعرفو لكن المرسوم هما يحتاجوا بالمرسوم 115 يقول لك إحنا طبق علينا المرسوم 115 الحاجة اللي لازم نعرفوها الناس الكل خاطئين نحب لأمور تبدأ واضحة على خاطر رهي المناسرة باش تكون صحيحة أي قضية ما لازم هيش تنبني على حاجات ويه هي وإلا غالطة وإلا مغلوطة وإلا فيها نية سيئة باش تلعب تروح سياسي حتى كنت تبدأ القضية عادلة تستعملها فيها بي المرسوم 115 هو في حديث وش يقول لك يقول لك اللي الحق في التعبير هذي مضمون لكن يمكن التقييد منه حرية التعبير هذي الفصل الأول يقول لك لا يمكن التقييد من حرية التعبير إلا بمقتضى نص تشريعي وبشرط شنو وقتاش النجمو نحدو من حرية التعبير النجمو نحدو منو قانون الو وقتاش كيف تبدأ أنت باش تحقق مصلحة مشروعة تتمثل في احترام حقوق وكرامة الآخرين أو حفظ النظام العام أو حماية الدفاع والأمن الوطني معنى هنا مثلا انتي تقول كيف زميل اسمه القيسمي متعمتها مزيك على سرية المصادر خليفة القيسمي وغير ذلك مثلا وقتا قالوا طبقه 115 هنا تم تطبيق 115 على خاطر حرية التعبير وسرية المصادر وغير ذلك عندها دليميت في 115 بيدو اللي هي تدخل فيها حماية الدفاع والأمن الوطني واحترام حقوق وكرامة الآخرين شو معنىها؟ احترام حقوق وكرامة الآخرين حرية التعبير مضمونة لكن مثلا وهذا يروا منيش نحكيه على هيثم من بعد بشنجيو الهايثم هنا نحتيو الإطار العا مثلا فما صحافة هاني منيش بنحكي على موزايق نحكي على شمس فما صحافية تخدم في شمس اسمه وصالكا سراوي وصالكا سراوي هذي تكتب في دي ستاتيو بربي منحبش نتخل فيه ومنحبش نشخص الموضوع لا 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 بش نعتي مثال احبها زيناء انا نحب افا محبها سادة يزال تفجر خ στη ثابت وجه لي نحن شخصيا تفجر المتعاونين الخارجيين اللي هما انا وهيشمي واميل اللي هما ناس يخدموا في اللي ذيعة هذية بليش يخدموا في اللي نعودها يخدموا في اللي ذيعة بليش حاسبينوا ان سيرويس ميليتر خدمة للصالح العام تهبت هيا استاتيو تقول الناس هذو ما خلصوا تحت التاولة معنا انتو ما عندكم ثلاثة شركة هوا مخلصتوش احنا عنا عام مخلصناش وما قلنا حتى كلمة ونعتبروها قطك للصالح العام كيف هيا تهبت مثلا استاتيو كيمها كيا وذا يسمح لي القانون مش نشكي بي خاطر حتى التلم كيف دا شخص نجم تتعرف عليه يعرض للمسائلة الجزائية كيف انا نمشي نشكي بيها لان اعتبرت تعديت على حرية التعبير وتولي استهدف لشمس افام ابدا على خاطر هذا يا ليش لا على خاطر يقول لك الحرية التعبير نقيد فيها كيف حقوق وكرامة الاخرين به هنا فم حاجة ثانية انا تقول لك وان تكون الحد هذا يوقتيش النجم يكون موجود لازم يكون ضروري ومتلازم مع ما يلزم اتخاذه من اجراء في مجتمع ديمقراطي ودون ان تمثل خطرا على جوهر الحق في حرية التعبير والاعلام شمعنى هنا معنى جين بالا بروبورسيوناليتي التناسب معنى مش واحد مثلا قال حويجة صغيرة هكي انتي تستربتو دوك لهنى نمشيو للوضعية اللي مطروحة علينا اليوم هالي القول هالي القول باللي اليوم مساءلت هيثم المكي هو اعتداء على حرية التعبير به هذيا نرجعون نقوله كيف نشوفه انتي شكون اليش كي بخاطرهما انتي كيف تقول هل هناك استهداف لموزايك خاطر هو اليوم يراد ان تقدم المسألة كهذه هل انو كيف انا نقول في المسائلة هذيا مثلا ماش استهداف لموزايك هل انا نعتبر ضد هايثم المكي وهذيا هي البياجة اللي ما لازم نتحنوه انتحو فيه بطريقة اخرى لا خنكمل سيتان ديفلوب مانزينة هو البياج وشنوه ثم ناس عندها لعبة سياسية عندها طرح سياسية تلعب فيه وهذا معنى مخاول لها سيتوتا فيه ليجيتيم كل حاد يعمل في السياسة هما ضد مسار خمس وعشرين هما يحبوا يبينوا اللي دولة هذيا طواليوم اللي قايل لسيستام هذيا النظام هذيا هو النظام معادي للحريات ومعادي للحرية التعبير ولا الاعلام اذا فيتم استغلال كل حادثة وهذيا قطلك سي ليجيتيم سي ليجيتيم كيف انت تبدأ معارض كل مشكلة لازمك تستغلها لصالحك لكن هل انا لازم نزد انتيح في البياج هذيا انا النجم الناصر هيثم المكيه الناصر هيثم المكيه لكن من غير ما نقول الي هذيا استهداف من قبل النظام عليش على خاطر ما هوش النظام انت اليوم شيكي بايثم المكيه بل هي جهة خاصة وباقي نستعملو في الكلمات الموجودين في المرسومة مية وخمستاش جهة خاصة نقابة امنية هي شكيت بايثم المكيه ما هيش وزارة العدل حركت ولا غير ذلك لكن اللي هنا نمشيو ندخو نيفو فمع بيت قال لك هاوك كيف انت تشكي بايثم المكيه على خاطر ما هوش معارض للنظام خلينا نقوله هاوك شكيه تتحرك في نهار في نهارين وقتلي تشكي بحد اخر شكيه ما تتحرك هذيا مش صحيح هاو نعتيكم مفئ نجيب تزيري مونيس كل تعتبروا متاع النظام ويطبل للنظام وغير ذلك به نجيب تزيري شكي به كورشيد في ثلاثة ايام عايتولو للجورجيني تحب نعتيكم امثل اخرين متاع بيد يعتبروا قراب من نظام شكي به مبروك كورشيد وعايتولو في ثلاثة ايام للجورجيني نجيب تزيري تحب نعتيكم دو 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 تخوز اكزامبل ياسي دي هاني انا تعديت على التحقيق وتم حشري في قضية ما عندي بيها حتى علاقة هل اينا جيت مثلا قلت انا فوق المسائلة ولا لا تعرف روحك ما عملت حتى شي تمشي دفع على روحك وتبين الحق من الباطل به لهنا شنية اهم حاجة بالنسبة لي اليوم كين واحد بش يلوم شكون يلوم يلوم النقابات الامنية ويلوم القضاء حاو علش احنا كنا تحدثنا على مسألة الامن في القضية متاع كزوز وليدات اللي عملوا الاغنية الهزلية راهوا اعطينا احنا امثلة من القانون المقارن ومن البلدين البرا الممارسات البرا قلنا شكيات هدو ما يقعوا في البلدين الاخرين راهوا يشكيوا الناس لكن شنو الفرق مع مع تونس اللي هما ما يستسهلوش الشكية علش انتي في ميدان الصحافة مش حلو بيش تشكي على خاطر فما حاز اسمه دوتشيلينج افاكت شنو دوتشيلينج افاكت هو هذي اللي فيه لي جرس انتي اليوم تشكي بهاي ثم المكي به غضوة صحة في مبتدئ ولا حتى مش مبتدئ اك عم حاسبي شوية كيمال ثمانين في المياه فهمت يقول لك يا اخوي لا فك علي ما نحط شدي في المغارر لا فهمتي حفما ناس تحسب فهمت يقول لك فك علينا دوك هذيك على لونك شنو يعمل هذيك سفا انستوري جو متاع سانسور جنرال كل كما ساك انتي في عصر النهضة فكالعشرة سنين هذوكما أبا غزوز من ناس قاعدوا يتكلموا لبقية الكل يقول لك يا اخويا فك علينا نقول ش عليهم كلمة ويعملوا علي تروح لانشاج ولا يشكوا بيا وغير ذلك هيا فك علينا دوك هذيه هو النقابة الامنية ونقابة هذيه بالذات حقهم كيف شكيوا خموا في مسألة كيما هذيه في الانطباع اللي بش يعطيوه وفي اللي دي ما رهوا كيف تشكي بصحفي حاجة لحقيقة ماش حلوة الحاجة ثانية على شكونا القضاء قلنا احنا قلنا في البلدين الاخرى الديمقراطية فما زيدا ممارسات كيما هذيه يشكيوا بالصحفيين يشكيوا بالصحفيين في الثلب يشكيوا بيهم في التشهير يشكيوا بيهم في غير ذلك لكن شنو الفرق مع تونس اللي البلدين هذو ما فيهم الإيقاف هو ستون إكسبسيون أبسولي أبسولي ما تهكتوف انتي سخكوزي وفضاعة الجرم المنصوب له وشنو اللي صار فهمت ويمشي يبحث بحالة سراحة احنا الاشكال الكبيرة هنا احنا في عوض الناس اليوم تقول لك هاي السلطة وهاي السلطة فما مشكلة متاع القضاء انتي لوليدا اللي تم إيقافهم على الاغنية هذيك الهزلية هل من المعقول واللي قضية مزيت وعادهم جميعا مثل النهار الثلاثة وعشرين يبحثوا بحالة سراحة بي هل من المعقول في بلاد معقولة بش انتي تربط ناس شباب يعاديو في إيقزامة حتى كمش يعاديو في إيقزامة مسيخطو يعاديو في إيقزامة على حاجة كما هذيه هل من المعقول اللي انتي عندك معناها صحفيين مهدين مسلة هذيه على خطر وهو احنا النهار تالي علقنا على الحديث متاع متاع جربة تحدثنا على الاختراقات الامنية وقلنا لي فما ناس ما هم شو المستقبل تواب الكل على خطر دخلو من غير حتى فوغمس شو للأمن ما استعملناش نفس الكلمة اللي استعملو هايثم لكن هذيك هو المعنى اللي تقصد به هالي هني معقول بش انتي تعمل هالي في اللي حكينا عليه قبيلك تشيلينج إفاكت